في خبر آخر تلقى الاتحاد الجزائري لكرة القدم برقية تعزية من قبل رئيس الفيفا جياني أنفانتينو يعز فيها وفاة لعب الخضر سابقا كمال طاهير وقال المسؤول الأول عن الفيفا في البرقية المذكورة أن الحارس دافع عن ألوان اتحاد العاصمة وشبيبة القبائل كما فاز بثلاث ألقاب البطولة الوطنية وكأس الجزائر ونهاء السوبر هذا وختم أنفانتينو كلامه أسطورة لن تنسى وسوف نفتقدها إلى الأبد وكان الدولي السابق كمال طاهير رحمه الله قد توفي قبل أسبوع تقريبا عن عمر يناهز 78 عاما